سابع عشر صلاة لداود استمع يا الله إلى مطالبتي بالعدل أنصت إلى صوت استغاثتي أقدم إليك صلاتي من شفتين لا غش فيهما من عندك يأتي حقي عيناك تريان الحق أنت فحصت قلبي فاتشتني في الليل امتحنتني فلم تجد فيي لوما فقد عزمت على ألا أخطئ بفمي على قدر طاقتي كإنسان أطعت كلام شفتيك لكي أتجنب دروب العنف فليتك تحفظ خطواتي في طرقك حتى لا تتعثر قدماي دعوتك لأنك تجيبني يا الله أمل إلي أذنك واسمع كلماتي أظهر بشكل عجيب محبتك المخلصة يا من تنقذ يمينك الذين يلجأون إليك ممن يقومون ضدهم احفظني وكأني حدقة عينك خبئني في ظل جناحيك من الأشرار الذين يسلبونني ومن أعداء اللدودين الذين يحاصرونني أغلقوا قلوبهم عن الشفقة فمهم ينطق بالكبرياء تاردوني وقد أحاط بي متأهبين لطرحي أرضا وكأن عدوي أسد متأهب للانقضاد على فريسته كشبل قوي يتربص قم يا الله تصد له وأخضعه بسيفك خلصني من ذلك الشرير أزلهم يا الله بيدك بقوتك من هذه الدنيا أزلهم من أرض الأحياء أما الذين تعزهم فأعطهم وفرة ليجبعوا ويشبع أولادهم ويكتفي أحفادهم أرى وجهك بالبر وسأشبع حين أستيقظ على رؤية صورتك